وزير الخارجية الروسية جينادي جاتيلوف اكد الحاجة الى اجراء تحقيق مهني مستقل بشأن استخدام المعارضة المسلحة الاسلحة الكيموية في خان العسل بريف حلب وكانت كارلا ديل بونتي عضو لجنة التحقيق التابعة للامن المتحدة بشأن سوريا اكدت في وقت سابق ان المحققين جمعوا شهادات من ضحايا ومن موظفين طبيين تشير الى ان مقاتلي المعارضة استخدموا غاز الاعصاب السرين في خان العسل في التاسع عشر من اذار ارتكب الارهابيون المدعومون من الغرب والخليج بحق اهالي حي خان العسل بحلب مجزرة ذهب ضحيتها عشرات الشهداء بعد قصف الحي بالاسلحة الكيموية مجزرة لن يستطيع غبار الزمن اخفاءها ولن يستطيع الارهابيون عبر سجلهم طمس معالمها لتتلاقى الشواهد ولتتقاطع الادلة ولتتراكم امام اعين الجميع القرائن التي تتطابق البصمات فيها لتعبر في قاعات المنظمة الدولية وعلى لسان احد اعضائها لتؤكد مسئولية الارهابيين عن تنفيذ هذه المجزرة كارلا ديل بونتي عضو لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة بشأن سوريا اشارت الان المحاققين جمعوا شهادات من ضحايا وموظفين طبيين تشير الى ان مقاتلي المعارضة استخدموا غاز العصاب السارين لضرب المواطنين في حلب واوضحت بونتي ان المحاققين زاروا الدول المجاورة واجروا مقابلات مع الضحايا والاطباء والمستشفيات الميدانية وطبقا لتقريرهم الاسبوع الماضي والذي اطلعت عليه توجد شكوك قوية وملموسة على استخدام غاز السارين من الطريقة التي عولج بها الضحايا واضافت بونتي ان هذا تم استخدامه من جانب مقاتلي معارضة في سوريا وليس من قبل السلطات الحكومية وقالت بونتي ان اللجنة لم ترى دليلا على استخدام القوات الحكومية السورية الاسلحة الكيموية